أكثر من 12 ألف حالة تزور مراكز الإنجاب سنوياً بعد أن أصبحت صعوبة الإنجاب مشكلاً يرق كثيراً من الأزواج الباحثين عن تحقيق حلم الأمم والأبوة الإقبال عند المراكز من الأزواج اللي يعانون بالعقم ستكبر كل سنة بما أن المراكز فتحت كثير في ظل ارتفاع نسبة صعوبة الإنجاب يصطدم الأزواج المعنيون بغلاء تكلفة العلاج وكذا الأدوية والتي لا يتم تعويذها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشي كل الأزواج عندهم كان بزاف اللي ما ما يقدروش حتى يتخطوا خطوة في مركز من مراكز التلقيح لأنه يعني مش في متناول الجميع اقترح أن القطاع العام والقطاع الخاص يتعاونوا في وقت يشجع فيه وزير الصحة وإصلاح المستشفيات على التلقيح الإصطناعي يبقى هذا الأخير حكرا على ميسوري الحال خاصة وأن العلاج يكلف الكثير دون تعويذ